اخترع المهندس الشادي إدريس أباكر محمد آلة للحرف والتقشير والخدمات الأخرى للفلاحة الزميل محمد حسن آدم ذار الموقع وعدلنا التقرير التالي حول هذه الآلة وما تحملها من دلائل أخرى بهدف المشاركة في دفع عجلة التنمية بالبلاد لا سيما تنمية العالم الريفية فقد اخترع المهندس إدريس أباكر محمد هذا الجرار للحراسة والحصاد والخدمات الفلاحية المختلفة وإن عمال جمع المعدات وتركيب هذا الجرار استغرقت حوالي ثلاثين يوما التركيب هذا يمكن أن يصل لنار للمكانه مكانه يمكن أن يدس هنا ولكن يبدأ يرك وبعد ذلك التركيب يمكن أن يتحدث في زره كله وإذا لم يكن لدينا موين لن يبقى تركيب يمكن أن يتجمع ناسين ثلاثة أو جروبين يتحدث في زره كله هذا وإن المعدات والآلات التي استقدمت في صناعة هذا الجرار الصغير قد جمعت من محلات بيء قطع الغيار بالأسواق المحلية أنا لاحظت أن هناك فيتشات الناس يتزار كثير ومسر كثير وخلّة كثير لكن لا يوجد مكانات تفسخ مسر وخلّة كله يدقوا بأيدي وكثير منهم أمين ويالدواك بس يتابوا زيادة لأنه أنا فكرت وصنيت المكان هذا لأن الناس يستفودوا منه المكان يمكن أن يفسخها كم شئة حمسة شوال في الساعة وذلك يمكن أن يكون الأسجد من الحمسة شوال وبقي أن نشير أن البحوث الإلمية والابتكار تتطلب موارد مالية ومختبرات علمية حديثة لتشجيع الشباب أصحاب المواهب والابتكار اختراء الأجهزة والمعدات الصناعية المختلفة شكراً للمهندس هذه المقولة تخالف أحد الذين قالوا أن العقل التالي عقل الجامد شهدت العاصمة الفرنسية إنعقاد الدورة الثانية لمعرض الكتاب بحضور سفير الشادي لدى فرنسا الذين يقيمون بفرنسا لكي يعيشوا في وئام وتضامن كما أن هذه التظاهرة ستسهم إلى حد كبير في التلاك الثقافي والفكري ولم الشمل بين الشاديين حيث أن الشادي تعد من أبرز الدول الأفريقية التي لا ترتكز بنيتها الأساسية على الاقتصاد فحسب وإنما أيضاً في الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية ونبقى في الكتاب حيث عرض الكاتب الشادي محمد موسى أحمد كتابه الجديد الذي عنون له جولة في أفريقيا وسط حضوره عدد من المهتمين بثقافة والكتاب والأدباء والباحثين أدم حتنا المكاوي انتهى زمن احتكال الكبار للتوثيق والتدوين وجاء دور صغر ليعتلوا عرش الكبار في الساحة العلمية والأدبية شاب ذو 19 عاماً يكتب كتاب هل فقهتم هذا من قبل؟ نعم إنه الشاب محمد موسى أحمد الشهير بإسم أونيكي بريكيمي صاحب كتاب جولة في إفريقيا الأرض ليست مدورة الذي وقف أمام هذا الجمهور في حفل عرضه لكتابه ذو 145 صفحة مجزأة إلى عشرة فصل سرد فيها الكاتب قصة حياته وطفولته في قريته حتى غدرها ويومه الأول في المدرسة وأهمية المكتبة والعرف والتقالد وجولته بدول غرب إفريقيا الدكتور على عبد الرحمن حقر أثناء مداخلته في الحفل الرسمي لعرض هذا الكتاب أشاد بهذه البادرة الشبابية الطمحة والفريدة من نوعها التي ستثن المكتبة التشادية بالمعلومات القيمة عن بعض الدول الإفريقية إضافة إلى عش تجربة الكاتب عبر سطور الكتاب وخلال الحفل قام الكاتب محمد موسى أحمد بأرض لكتابه على الحضر مستطردا أهم ما جاء في كتابه شكرا في ختام عرضه كل من سانده في إعداد هذا الكتاب من الأسرة والأصدقاء والأساتذة هذا هو في نهاية المناسبة قد تداخل الحضور بالعديد من الأسئلة والاستفسارات حول الكتاب محمد موسى أحمد صاحب الاسم المستعار ولد في قرية جريدة بيقليم وديفيرا بتاريخ الخامس والعشرين مما يؤلي العام الف وتسعمائة ثمان وتسع وبدأ بالكتابة منذ سن الخامسة عشر ترجمة نانسي قنقر